معي من القاهرة دكتورة مرفت العماري استشارية نفسية مساء الخير أهلا بك معنا دكتورة مرفت يعني عدد جرائم القتل ربما لم يستغرب أحدا لأن نسمع عنها موضوع الانتحار إلى أي درجة أيضا هو زيادة نسبة الانتحار مرتبط بالظروف التي تشهدها منطقة شرق الأوسط عامة الانتحار ده ناتج عن مشكلة نفسية إحساس الشخص بأنه مفيش بدائل الدنيا قفلت خالص ومضطر إلى أنه واجهة هي الموت ده مفيش حل تاني هي الإشكالية في أنه لازم يبقى فيه فرص وتعدد بدائل قدام الشخص ده أحد تعريفات الذكاء أن الواحد يبقى عنده أكثر من بديل في التعامل مع أي مشكلة لكن التعليم السيء في المجتمعات العربية بشكل عام هو بيخلي تقديرك للأشياء تقدير فيه حدود أياه أكثر منها أنك يبقى عندك فرص احتمالات منقات وزيئة يعني احتمالات كبيرة جدا فبالتالي لما يبقى فيه مشكلة كلين لازم نتعرض لمشاكل في أوروبا وفي أمريكا وفي الملاد العربية بتاعتنا لكن التعامل مع المشكلة هو اللي فيه المشكلة قضية لأنه ازاي بتتعامل مع المشكلة ازاي بتشوفها ازاي بتشوفها على مسافة ولا أنت تبقى المشكلة كلما تقدر تاخد مسافة بينك ومن المشكلة تقدر تشوف أبعادها بشكل أحسن ويساعدت في ده المختص كمان كمان احنا عندنا أشكالية مش كل الناس تقدر تروح لمختص اللي احساسها بالعار إذا بتروح لأحد ده أنا مجنون ده أنا هيتقال عليك هلا مش لطيف ده أنا ده أنا الاستجمة دي أو العار ده في مشكلة وده ناتج زي ما قلنا كله يرجع للتعليم التعليم الجيد يخلي الناس فقط بطريقة مختارة إدارة حياتها وفي التعامل مع المشكلات ولو وجدتها مشكلة مش قادرة التعامل معها تروح لمختص في السعادة نايم دكتور أمير تأيرا مخرغة عندما نتحدث بأنه حسب ما ورد في الشرق الأوسط اليوم بأنه الرجال أكثر بالتحديد الرجال هم مهددون بالاكتئاب بسبب العنف نفسيا إذا ما أثرنا الموضوع لماذا الرجال بشكل خاص أو أكثر من النساء الرجال عندهم مشكلة في طريقة تذكيرهم لأنهم بيفكروا بطريقة لأنهم ما يداروش عبروا عن مشكلاتهم زي الستات يعني الستات تتكلم في مشكلتها مع أي حد وهي مش محتاجة لحل قد محتاج أنها تتكلم عنها وتتكلم عنها أكثر من مرة كل مرة تتكلم عنها بيخرج إحساس مدقيقها إحساس بالغضب إحساس بالضيئ بيخرج لما تحكي عن المشكلة يبقى جميلة ولقيت لها حل وهذا جزء كبير من العلاج أن تذكريه لكن الرجل لحضرتك ما بيقدرش يتكلم عن مشكلة مش العادي الرجال ما عندهم مش قدرة عبرية عالية وكمان ما يحبش يبنى أنه عنده أزمة عنده مشكلة فبالتاني المشكلة عمالة لسة في دماغه الواحد وما بيسمعش أراء حد تاني مختلف فالعيدات النفسية روادها ستات أكتر من رجالة علشان هم عايزين يستمعوا الرجالة مش شايفين أن هم يقدروا يحكي عن المشكلة أكتر فعندهم صعوبة بما كان هم يعبروا كويس يطلعوا المشكلة بارك فبالتالي الضغط النفس يفضل جوه ويعمل تأثيرات سيئة جدا على مدى طويل التحولات الترقومات الكمية مع الوقت تعمل تحولات كيفية ويدخل في شكلة كبيرة تصل للانتحار شكرا لك من القاهرة دكتورة مرفة العماري استشارية نفسية اشتركوا في القناة